بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ والتلميذات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والآن مع درس قراءة القصص الفقر الأولى عزائي التلاميذ مونة صديقة أميرة تحب قراءة القصص والحكايات وتقضي وقت فراغها في الاطلاع على القصص والحكايات بالجرائد والمجلات وقد قامت مدرسة مونة بتنظيم ندوة عن القصص شارك فيها معلم اللغة العربية بالمدرسة وأحد كتاب القصة القصيرة وهوات القصة من التلاميذ والتلميذات بالمدرسة كلمة تقضي معناها تنهي كلمة هوات القصص معناها محب القصص شارك معناها ساهمة ماذا تحب مونة قلنا أن مونة تحب مونة صديقة أميرة تحب قراءة القصص والحكايات وتقضي وقت فراغها في الاطلاع على القصص في الجرائد والمجلات وكيف تقضي وقت فراغها قلنا أنها تقضي وقت فراغها في الاطلاع على القصص والحكايات بالجرائد والمجلات وماذا نظمت مدرسة مونة قامت مدرسة مونة بتنظيم ندوة عن القصة ومن الذي شارك في هذه الندوة شارك في الندوة معلم اللغة العربية وأحد كتاب القصة القصيرة وهوات القصة من التلميذ والتلميذات بالمدرسة بدأ الكاتب حديثه حديثه بقوله بدأ الكاتب حديثه بقوله منذ نعومة أظافري وأنا هو قراءة القصص وأدخل من مصروفي لأشتري القصص والمجلات وكنت أقرأ لأتعلم خبرات جديدة وبعد فترة راودني إحساس كي أكتب قصة وحاولت ولكني فشلت ووسط انبهار التلاميذ والتلميذات أضاف الكاتب بالإرادة والتصميم استطعت معرفة السبب مونة في حماس ما السبب كلمة انبهار معناها إعجاب راودني أي جاءني أدخر أي أوثر أهوى أي أحب ماذا كان يهوى الكاتب كان الكاتب منذ نعومة أظافره يعني منذ صغره كان يهوى قراءة القصص وكان يدخر من مصروفي ليشتري القصص والمجلات وكان يقرأ دائما ليتعلم خبرات جديدة وحاول كتابة قصة في أول الأمر ولكنه فشل فكان التلميذ منبهرون بسبب أن الكاتب فشل في كتابة القصة الفقرة التالية أعزائي التلميذ الكاتب عكفت على قراءة القصص فاكتشفت قواعدها ثم كتبت أول قصة لي ونشرتها بأحدى المجلات خالد ما قواعد كتابة القصة الكاتب يبدأ يوضح قواعد وشروط كتابة القصة الكاتب لكل قصة أحداث لكل قصة أحداث وتقع هذه الأحداث في مكان وزمان معينين وترتب هذه الأحداث بحيث يكون للقصة بداية ووسط ونهاية كما يجب أن يوجد لكل قصة بطل أو شخصية رئيسية ومشكلة أو عقدة وحل لهذه المشكلة منا حدثنا عن بطل القصة كلمة عقدة معناها مشكلة ويحاول البطل البحث عن حل لهذه المشكلة ما قواعد كتابة القصة كما وضحها الكاتب وكما وضحتها الفقرة كما قال الكاتب أنه كل قصة شروط وقواعد فلابد أن يكون هناك أحداث هذه واحدة يبقى أول قاعدة أو أول شرط من شروط القصة وجود الأحداث تاني شرط الزمان والمكان الذي تجري فيه الأحداث ثالث شرط البداية والوسط والنهاية أن تكون هذه الأحداث مرتبة فيكون لها بداية ووسط ونهاية بعد كده شرط البطل وجود بطل أو الشخصية الرئيسية في القصة ثم شرط العقدة أو المشكلة وشرط الحل لهذه المشكلة إذن هناك بعض الشروط التي ينبغي أن تتوافر في كل قصة منها وجود الأحداث الزمان والمكان ترتيب الأحداث فيكون لها بداية ووسط ونهاية ثم شرط البطل أو الشخصية الأساسية في القصة ثم وجود العقدة والبطل يبحث عن الحل لهذه العقدة الكاتب كل قصة تبدأ بشخصية الرئيسية قد تكون حيوانا أو إنسانا أو أي شيء وللبطل سمات خلقية مثل الطول أو القصر أو البدانة أو النحافة وصفات خلقية مثل الجود أو البخل أو الوفاء أو الغدر عبير نريد أمثلة لمكان القصة وزمانها أجاب الكاتب قد تجري أحداث القصة في مدرسة أو بيت أو شارع أو وسيلة موصلات والزمان قد يكون في الماضي أو الحاضر أو المستقبل كلمة سمات معناها ميزات أو صفات البدانة معناها السمنة والبدانة مضاد النحافة كلمة خلقية هي الأشياء التي خلقه الله بها كلمة خلقية معناها الأخلاق صفات خلقية هي الصفات التي تتصل بالأخلاق والصفات الأخلاقية ما صفات بطل القصة؟ كما وضحت الفقرة وكما قال كاتب القصة أن صفات بطل القصة قد تكون صفات خلقية مثل الطول والوزن والقصر الطول والقصر والبدانة والنحافة وغيرها من الصفات الخلقية الجسمية وقد تكون هذه الصفات صفات خلقية مثل الجود والبخل والوفاء والغدر وغيرها من الصفات الأخلاقية سألت سلوى ما معنى المشكلة والحل في القصة سلوة بتسأل بتقوله ايه معنى المشكلة او ايه معنى الحل اجاب الكاتب لا تسمى القصة قصة اذا خلت من المشكلة يحاول البطل التغلب عليها وحلها والقصة الجيدة هي التي تكثر فيها محاولات البطل لحل هذه المشكلة والان يمكنكم قراءة وكتابة اجمل القصص اذا القصة لا تكون قصة الا اذا كانت تحتوي على مشكلة او عقدة ويحاول البطل حل هذه العقدة وكلما كسرت محاولات وصول البطل لهذا الحل او محاولات البطل لوجود حل لهذه المشكلة كلما كانت القصة جيدة ما هي القصة الجيدة؟ قلنا ان القصة الجيدة هي التي توجد بها مشكلة وهي التي تكثر فيها محاولات البطل للوصول الى حل لهذه المشكلة كلمات الجديدة عزاء التلميس كلمة تقضي معناها تنهي كلمة هوات القصص اي محب القصص كلمة اهوى معناها احب كلمة انبهار أي إعجاب سمات أي ميزات عقدة معناها مشكلة الاطلاع أي القراءة حديثه كلامه الدخر وفر التصميم أي الإصرار الجود معناها الكرم التغلب معناها السيطرة شاركة معناها ساهمة راودني أي جاءني والبدانة معناها السمنة خلاصة الدرسة عزيزي التلميذ قراءة القصص نظمت المدرسة ندوة شارك فيها هوات القصص وأحد كتاب القصة القصة لها شروط وقواعد من قواعد القصة الزمان والمكان والأحداث والشخصيات والمشكلة أو العقدة والحل والقصة الجيدة هي التي يكثر فيها أو تكثر فيها محاولات البطل للوصول إلى الحل القصة الجيدة هي التي تكثر فيها محاولات البطل للوصول إلى الحل كيف يأتي السؤال في هذا الدرس أجب عما يأتي من الذي شارك في الندوة؟ قلنا أن الذي شارك في الندوة هم معلم اللغة العربية بالمدرسة وأحد كتاب القصة القصيرة وهوات القصص من التلميذ والتلميذات بالمدرسة ما سبب انبهار التلميذ والتلميذات من الكاتب؟ ليه التلميذ كان منداشين؟ لأن الكاتب حاول كتابة قصة ولكنه فشل ما قواعد كتابة القصة كما وضحها الدرس؟ من قواعد كتابة القصة الأحداث والزمان والمكان وأن يكون للقصة بطل أو شخصية رئيسية وأن يكون هناك عقدة أو مشكلة وحل لهذه العقدة هات المطلوب مراد في كلمة أهوى مراد في كلمة أهوى يطرى الهواء ولا الهاوي ولا أحب ممتاز إنها كلمة أحب طيب مفرد كلمة حلول مين يقول لنا مفرد كلمة حلول حلول جمع الواحد منها نقول عليه إيه حل ولا حال ولا حول ممتاز إنها كلمة حل مضاد كلمة البدانة البدانة يطرى مضاد كلمة البدانة عكس كلمة البدانة إيه السمنة ولا النحافة ولا الطول أيوة من يقول إنها كلمة النحافة لأن البدانة معناها السمنة جمع كلمة حدث حدث وحدث 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 مجموعة من أيوة حوادث ولا حديث ولا أحداث مجموعة من الأحداث ممتاز بدأ الكاتب حديثه بقوله منذ نعومة الظافري وأنا أهوى قراءة القصص وأدخل من مصروفي لأشتري القصص والمجلات وكنت أقرأ لأتعلم خبرات جديدة وبعد فترة راودني إحساس كي أكتب قصة كي أكتب قصة حاولت ولكني فشلت ووسط انبهار التلاميذ والتلميذات أضاف الكاتب بالإرادة والتصميم استطعت معرفة السبب هات مرادف أدخر والجمع إحساس ومضاد أهوى مرادف أدخر واحد بيدخر فلوس معناها وفر ممتاز جمع كلمة إحساس إحساس وإحساس وإحساس أيوة ممتاز مجموعة من الأحاسيس مضاد كلمة أهوى عكس كلمة أهوى أيوة أكرة ماذا أقامت المدرسة ومن حضر نشوف الفقرة أقامت المدرسة ندوة عن القصة وحضرها هوات القصة من التلاميذ والتلميذات وأحد كتاب القصة ومعلم اللغة العربية بالمدرسة ما سر انبهار التلاميذ اللي خلت تلاميذ منداشين كما قلنا أن الكاتب حاول كتابة قصة ولكنه فشل يعرب ما تحته خط كلمة بدأ وكلمة القصص وكلمة خبرات كلمة بدأ بدأ الكاتب حديثه بدأ الكاتب حديثه من يعرب لي كلمة بدأ أيوة جملة فعلية ممتاز وهنا كلمة بدأ تبقى أيوة تبقى فعل ماضي مبني على الفتح ممتاز لأنه يدل على حدث واقع في زمن المضى وانتهى طيب وأنا أهوى قراءة القصص القصص قراءة القصص ممتاز مضاف إليه مجرور بالكسرة طيب كلمة خبرات وكنت أقرأ لأتعلم خبرات جديدة كلمة خبرات خبرات دي جامع مؤنس أيوة مفعول بيه منصوب بالكسرة لأنه جامع مؤنس سالم والجامع المؤنس ينصب بالايه بالكسرة وسط وسط أيوة زرف مكان منصوب لأن الزرف دائما منصوب الزرف مكان منصوب بالفتح تخيروا الإعراب الصحيح لما تحته الخط فهم التلاميذ القواعد فهما يعترى كلمة فهما هنا علامة الإعراب بتاعتها إيه الفتحة ولا الضم ولا الكسرة إيه بلازم نعربها فهم فهما فهم فعل وفهما أيوة مفعول مطلق وعلمة الإعراب بتاعته إيه الفتحة ولا الضم والكسرة ممتاز الفتحة لأن المفعول المطلق دائما منصوب بالفتحة طيب أجتهد رغبة في التفوق كلمة رغبة علامة الإعراب هنا الفتحة ولا الدم ولا الكسرة أجتهد رغبة هنا كلمة رغبة جاءت مفعول لأجله إذن فلابد أن تكون علامة الإعراب من يقول الفتحة ممتاز طيب كتب الكاتب القصة كتب فعل الماضي والكاتب فاعل والقصة مفعول به مفعول به جاءت كلمة القصة هنا مفعول به وبالتالي لابد أن تكون علامة الإعراب الفتحة ولا الدم ولا الكسرة أحسنت فتح الله عليك إنها الفتحة وبالتالي فإن كل من المفعول المطلق والمفعول لأجله والمفعول به كل منهم منصوب وعلامة نصبه الفتحة إلونا أعزائي التلاميذ نكون قد وصلنا لنهاية درسنا الحالي ومع نفهم نتعلم ببساطة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته